وعلى ما لم تحط به خبرا إذن صريح هذه الآية خلاصة ما تقدم صريح هذه الآيات من سورة الكهف تبين لنا أن القرآن أشار إلى أن عبدا من عبادنا كان أعلم من نبي من أنبياء أولي العزم وقد قالوا في محله أن الوقف يدليل على الإمكان وقوعه يعني ما الدليل على أنه هذا ممكن نقول انظروا أن القرآن يخبر عن قضية وقعت في الخارج صحيح أن الإمكان كما قالوا أعم من الوقوع ولكن الوقوع أخص ماذا من الإمكان يعني إذا وقع شيء فنستقشف من وقوعه أنه ماذا أمر ممكن إذن الآن نحن في المرحلة الأولى أثبتنا قرآنيا لا فقط إمكان أن يكون عبدا من عبادنا والقرآن لم يقل أنه كان نبي أو لم يكن أنا لا أتكلم على مستوى الرواية قد الروايات تقول أنه كان خضر وقد نقول أن خضر كان نبي هذا بحث رواي أما على مستوى البحث القرآني الآية ماذا تقول؟ تقول عبدا من عبادنا ولم تعين أنه كان نبي أو ليس بنبي إذن يمكن أن يكون عبدا وإن لم يكن نبيا أن يكون أعلم من ماذا؟ من نبي وليس فقط نبيا عاديا وإنما نبي من أنبياء هو العزم وهو موسى عليه وهو رسول وكلم الله أحسنتم إذن هذا النص القرآني التفت جيدا وقد يقول لنا قائل أربط بمقدمة البحث وهو أنه كيف يرشد هذا إلى أئمة أهل البيت يعني إذا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بأدلة عقلية أو نقلية أو قطعية ثبت أنهم قالوا نحن أعلم من إبراهيم نحن أعلم من موسى أنت ينبغي لك أن تستغرب أو لا ينبغي؟ لماذا لا ينبغي لنا؟ هذا النص القرآن إن هذا القرآن يهدي يهدي إلينا يهدي إلى ما نقوله إذن نحن عندما ندنا الدعي هذا الإدعاء لو أن الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق يدعي نحن أعلم من جميع الأنبياء السابقين أنت تستطيع أن تقول له هذا خلاف القرآن لو القرآن يؤيد هذه الدعوة أحسنتم القرآن ذكر مثال لذلك قال نعم أن هذه القضية ممكنة بل قضية ماذا؟ بل قضية أحسنتم والله يختص برحمته من يشاء أحسنتم إذن الآن واقعا خلنفهم أولا دور القرآن دور القرآن هو أن يؤسس لهذا الأصل القرآن أسس لهذا الأصل وهو أنه أساسا أساسا عبد من عباد الله يكون أعلم من نبي من أنبياء ماذا؟ أولي العز ولا محذور في ذلك فإذا جئنا إلى النصوص الروائية وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لنا إذا جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا فإن كان موافقا فخضوه وإن كان مخالفا فاضربوا بها عرض الجدار زخرف لم نقلوه الآن نحن هذه الروايات غدا عندما أو في البحث اللاحق إن شاء الله عندما نقرأ الروايات الوارد عن أئمة أهل البيت تقول أننا نحن أعلم من الأنبياء السابقين من إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء السابقين نعرضها على كتاب ربنا فهي موافقة أو مخالفة؟ أحسنتم من الواضح أنها موافقة إن هذا القرآن يهدي إلينا يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام قال يهدي إلينا إلى العطر التي هي أقوام إذا تدبرتم لألفيتم أننا مسمون أين في القرآن لكن كيف سمينا من خلال هذه القواعد أحسنتم بالصفة والنعتي وتعين المزاق جزاكم الله تعالى خيرا سمحت سيد إذن الآن صارت الخلاصة واضحة السؤال الآن هل هذا معتقد أتباع مدرسة أهل البيت صلاة الله يعلم فقط أم يوجد من العلماء المسلمين عموما من ذلك أتباع مدرسة أحسنتم نعم واقعا أنا بيودي أن المشاهد الكريم وإن كنا قد نتأخر في هذه القضية بس بيودي أنه يحفظ لنا هذا الأصل الذي أريد أن أؤسس له في هذه الحلقة لأنه نافع لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله أنا بيودي دكتور سالم هذه القضية ولو لمرة واحدة نقف عندها بشيء من التفصيل حتى نتحدث نعم تفضل في الواقع أنا عندما راجعت كلماتي كبار علماء المسلمين لا أقول كل علماء المسلمين لأنكم تعلمون لا يمكن هذا الاستقرار ولكنه جملة من العلماء الذين هم البرجع هم الذين يشار إليهم في مباحث العقائد الذين يشار إليهم في مباحث التفسير نعم الذين يشار إليهم في مباحث العقل والقضايا العقلية والمنسفية أو العرفانية أمثال الفخر الرازي أمثال الزمخشري أمثال الآلوسي هذه الطبقة الذين هم أعلاموا علماء المسلمين ومدرسة الصحابة عندما راجعت هذه الكلمات لهؤلاء الأعلام وجدت أنه هناك تقريبا تطابق كامل بين ما يعتقدونه وبين ما هو مؤسس له في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام نحن عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت يتذكر المشاهد الكريم نحن فيما سبق قلنا توجد عندنا مدرستان لفهم القرآن وسنة النبي مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت عليهم الطريقان للوصول إلى هذين المنبعين الأصليين نعم وجدت بأن مدرسة أهل البيت تؤكد على النقاط التالية يعني مفاتيح وأصول مدرسة أهل البيت تكون في النقاط التالية وفي المحاور التالية المحور الأول أنه لا بد من وجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأنه لا بد من يبين الدين وإذا كان هذا الذي يبين الدين غير معصوم إذن من أين نطمئنه إلى بيانه لأنه الدين يحتاج إلى بيان وتوضيح لكل القواعد التي بيناها القرآن الكريم لا بد من وجود معصوم وهذه القضية وجدت أنه يوجد فيها تصريح من بعض علماء مدرسة الصحابة بل وجدتها أنها مقبولة يعني أنت عندما ترجع إلى مدرسة الصحابة عندما يقولون رأي الصحابة تجد أن رأيهم صحيح لا يقولون معصوم ولكن يتعاملون معه كتعاملهم مع سنة من؟ مع سنة النبي صلى الله بل هناك كلمات من بعضهم أنه إذا تعارض خبر من رسول الله وسنة الصحابة يقدم سنة الصحابة على سنة رسول الله ولكنهم تعاملوا وإذا سألتهم لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء هم الذين عاشوا مع النبي بأيهم اتديتهم اتديتهم قالوا هم الذين عاشوا مع النبي هم أقرب إلى فهم القرآن هم أقرب إلى فهم كلمات الرسول الأعظم الدين وصل إلينا من خلالهم ولهذا وجدت نظرية عدالة الصحابة وأنا أتصور أنه في العنوان هي عدالة الصحابة ولكن في المحتوى هي عصمة الصحابة لأنهم قالوا من يخالفهم بل ذهب بعضهم إلى أنهم من خالفهم فهو كذا وكذا الآن مارد أدخل في التقصص إذن ضرورة وجود معصوم يبين الدين بعد رسول الله هذا يصرح به البعض بل ونجد أنه هو نتيجة جملة من المدارس حتى المدارس السلفية الحديثة الأمر الثاني وهو أنه هذا المعصوم هل يشترط أن يكون في كل زمان أو في زمان وينتهي؟ هذا هو الأصف الثاني نحن نعتقد بأنه لا بد في كل زمان من وجود المعصوم يعني أن الأرض لا تخلو من حجة وبتعبير آخر من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل هذا أيضا من أصول اعتقاد مدرسة أهل البيت الأصل الثالث وهو من الأصول الأساسية دكتور هو أنه هذا الإنسان هذا المعصوم هذا المعصوم وهذا الإنسان الذي هو في كل زمان هل يرى أعمال الخلائق أو لا يرى؟ يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لماذا؟ حتى يشهد على الأعمال يوم القيامة يعني شهادة على الأعمال هل يوجد في كل زمان من يرى أعمال الناس حتى يكون شاهدا يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين أو لا؟ هذه أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت أحسنتم وهي أصول قرآنية أحسنتم الآن قبل أن أتكلم أنه خب الآن أنت عندما ترجع إلى كلماتي هنا وهنا في كلماتي الكتاب متكلمين محدثين يقولون هذه انفرضت بها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولكنه في الواقع ليس الأمر كذلك هذه الأصول التي هي من أصول اعتقادات مدرسة أهل البيت قال بها علماء مسلمون كثير علماء كبار من علماء المسلمين قالوا بهذه الأصول التي أشرت إليه آمنوا بها قد يقول لنا قائلوا هل يعقل ذلك يعني هل أن علماء مدرسة الصحابة يؤمنون بهذه الأصول إذن ما الخلاف إذن ما الخلاف أحسنتم أنا الآن إذا أقوق الدكتور تفضل أحاول أن أشير إلى بعض كلمات أعلام علماء وخصوصا الفخر الرازي الآن فقد اكتفيت بهذا القدر فيما يتعلق بالفخر الرازي وجدت بأنه ضرورة وجودي معصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم وشهد الكرم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أطيب تحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة وعنوان هذه الحلقة استمرار للحلقة السابقة أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلامه عليهم أجمعين أعلموا من جميع الأنبياء السابقين صلوة الله عليهم جميعا القسم الثاني طبعا في حلقة اليوم وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وشهد الكرم سنتطرق إلى مسائل مهمة تتعلق بهذا الموضوع من حيث من يقول بهذه المقالة وهل انفرد أتباع مدرسة أهل البيت صلى الله عليه عليهم بهذا القول بأنه يوجد من سائر أولياء إلا من يكونوا أعلم من الأنبياء السابقين صلى الله عليه عليهم أم أنه هذا من قول المسلمين من مختلف مدارسهم ومذاهبهم أيضا وسنبحث عن نقاط الخلاف والالتقاء في هذه المسألة والفيصل فيها تابعنا مشاهد الكرم بعد هذا الفاصل موسيقى 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 تحية لكم مشاهد الكرام مجددا وأحيي باسمكم ضيف البرنامج سماحة آية الله سيد كمان الحيدري مرحبا بكم سماحة السيد أهلا ومرحبا نكتب حياكم الله السماح سيد لا بأس بخلاصة مجزة لما تم عرضه في الحلقة السابقة تفضلوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين في الواقع بأنه في الحلقة السابقة انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية والتي تعد من الأصول المهمة في فهم النص القرآني والقطاب القرآني نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عن أئمة أهل البيت نجد أنهم يقولون أنه من تدبر هذا القرآن فإن هذا القرآن يهدي إلينا أحسن في ذيل قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نعم قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن هذا القرآن يهدي إلينا أحسن أو عندما نأتي إلى مجموعة أخرى طائفة أخرى ألسنة أخرى من النصوص الروائية تقول بأنه من تدبر هذا القرآن لوجده لمن تدبر فيه يجده أننا مسمون في هذا القرآن يعني أنه يجد أسماءنا البعض فهم من هذه النصوص يعني أنه يجد أسماءنا في هذا القرآن فاعتقد بإذن القرآن الكريم فيه تحريف أو فيه نقص أو فيه تلاعب أو نحو ذلك في الواقع أنا إنما بدأت هذا البحث في الحلقة السابقة لأبين ما هو المراد من هذه النصوص إن هذا القرآن يهدي إلينا إن هذا لمن تدبر فيه لألفاه لوجده نحن مسمون في هذا القرآن المراد من هذا أن الإنسان عندما يتدبر هذه القواعد هذه النصوص يتدبر هذه الأسس هذه المبادئ هذه الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم لا يجد لها مصداقا إلا أين؟ أحسن إلا في أئمة أهل البيت عليهم فقد وسمهم القرآن وهذا معنى التاسمين وسموا أحسنتم يعني هم ذكروا في القرآن لا على أساس من خلال الأسماء أحسنتم بل من خلال الصفات أحسنتم وهذه نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا تارة نحن ندعي أن أهل البيت ذكروا في القرآن على من خلال ذكر أسمائهم فهذا مما لا ريب أنهم لم يذكروا بأسمائهم حسن حسن لماذا؟ لعله له أسباب متعددة الآن لست بصدد ذكري ذلك وأخرى نحن ندعي أن أئمة أهل البيت ذكروا في القرآن الكريم لا من خلال أسمائهم بل من خلال الصفات ومن خلال مواصفات ومن خلال ذكر أمثلة هذه الأمثلة لن تجد مصداقا تنطبق عليها هذه الآيات والأمثلة إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنا أتصور أن الذكر بالوصف أدق بكثير من الذكر بالإسم لماذا؟ لأن الذكر بالإسم قد يتشابه قد يتعدد لأن الأسماء متعددة وخصوصا أن القرآن الكريم عندما يذكر لا يذكر الأب لا يذكر الإسم والأب والجد واللقب حتى نحن نستطيع خلال ما قضى منها زيد وطراء خلال تحت القضية عندما يأتي إلى نوح قل سلام على نوح في العالمين عندما يأتي إلى إبراهيم يقول كذا إذن القرآن الكريم لو كان البناء أن يذكر الأسماء لقال علي محمد حسن حسين هذه لا تحل المشكلة لماذا؟ لأنه كثير من الأسماء والشاهد التاريخي الذي يؤكد به هذه الحقيقة أنتم تجدون بأنه عندما قالوا بأنه هناك شخص ولد في الكعبة وذكروا 22 شخص 30 شخص اسمهم علي ولدوا أي؟ ولدوا في الكعبة إذن القضية لم تكن تحل من خلال ذكر الأسماء والبعض يتصور أن القرآن الكريم لو ذكر الأسماء لن حلت المشكلة أبدا أخي العزيز بدليل أنه في قضايا تاريخية مسلمة بين علماء التاريخ ومع ذلك نجد وقع الاختلاف فيها بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي في موارد متعددة ومع ذلك وقع عمانا إذن المشكلة لا تحل من خلال ذكر الأسماء وإلا لو كانت تحل من خلال ذكر الأسماء لذكروا هذا أولا وثانيا أن التوصيف أدق ماذا يعني الذكر الصفة أدق من ذكر الاسم ولذا عندما يقول القرآن الكريم أحسنتم عندما يقول القرآن الكريم أطيع الله وأطيع الرسول أو عندما يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون واقعا هذه القضية لا يمكن أن تجد لها مصاديق متعددة ولذا نجد في التاريخ أن البعض كان يتصور أنه إذا ذهب إلى الصلاة وصلى وأعطى خاتمه في الصلاة لعله تنزل آية لماذا فعل ذلك لأنه وجد أن هذه الآية لا تنطبق إلا على هذا المورد إلا على هذا المورد إذن أنا عندما وقفت عند هذه القضية وهي قضية المثل أو قضية الحقيقة التي ذكرت في سورة الكهف وهي خلاصة ما أريد أن أقوله أن القرآن الكريم بيّن لنا ذلك من خلال مثال بل من خلال شخص حتى لم يذكر اسمه أنتم عندما ترجعون للقرآن تجدون في سورة الكهف ذلك العبد الصالح لم يذكر اسمه في القرآن الكريم قال فوجد عبدا من هو لم يذكر القرآن من هو وذكره بالتنكير عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا ولكنه عرفه لنا قال ما أنا قال آتيناه رحمة من عندنا أحسنت إذن هذه خصوصيته إذن ليست القضية في زيد أو عمر أو خالد أو علي أو خضر أو حسن أو حسين لا 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 أبدا هذه الصفة من أوتي هذا المقام يمكن أن يكون أعلم من نبي من أنبياء وللعزم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إذن الآية تذكر ظابطة وهو أنه إذا وجد عبد من عبادنا علمناه من لدنا علما يعني أعطيناه علما لدنيا وفي الحلقة السابقة بينا المراد من العلم اللدني ما هو قلنا العلم اللدني يعني العلم الذي يكون بطريق مخصوص للطريق المتعارف الطريق المتعارف هذا ليس علما لدنيا هذا طريق الكتاب والسماع كما الآن تسمعني وتتعلم شيء أنا أقرأ كتاب وأتعلم شيء أسمع أستاذ أتعلم شيء أرى شيء أتعلم شيء لا مو من هذا الطريق وإنما ذا طريقه الخاص قلنا وعلمناه من لدنا علما إذن إذا ثبت عندنا التفتوا جيدا إذا ثبت عندنا أن فلان إنسان أيضا مما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إذن يكون عبدا مخصوصا وليا من أولياء الله يكون عبدا من عبادنا عند ذلك موسى قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة أحسنته إذن هذه الآية المباركة تبين لك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبي بعضا عن بعضا يميز الموضوعات أيضا يعني شنو وإحنا عندنا فتبحث مطروح في علم وطرحته في عصمة الأنبياء وهو أن النبي أو الشهيد معصوم فقط لا يشتبه في الأحكام أو لا يخطأ حتى في الموضوعات يعني ماذا يعني لو سألته بالأمس أنت ماذا أكلت هل يمكن أن يشتبه في أنه ماذا أكل أو كما ينسب إلى الرسول أنتم أعلموا بأمور دنياكم عندما سئل بأنه يؤبر الناخل قال ماذا لا تؤبر تأبير الناخل ثم قال أنتم أعلم يعني اشتبه في موضوع خارجيين هل يمكن لو سألته فلان من بعيد من هو قال زي هل يمكن أن يكون عمرا أو لا هنا يريد أن يقول الفخر الرازي لا يمكن أن يقع منه خطأ لماذا يقول وإلا لو هذا الشهيد اشتبه وإلا لفتقر إلى شهيد آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وذلك يقتضي أن يكون هناك ماذا شاهد وشهيد ماذا معصوم أحسنتم إذن سمح سيدة توقف عند هذا الحد وأنا أخذ فاصلا وبعد الفاصل نستقبل إذن اتصالات الإخوة وإن شاء الله نواصل إذا أحسنتم لا تسمحوا لي دكتور إن شاء الله فالدقيقة دخلت إن شاء الله إن شاء الله لعل اتصالات تتأخر نعم إذن تفضلوا الآن يقول إذا كان بالإمكان بل 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 دكتور إذن الآن بهذا الكلام اتضح لنا إلى هنا أن أصول مدرسة أهل البيت يقول بها جملة من علماء مدرسة ماذا الصحابة إذن أين الاختلاف الجواب أنهم آمنوا بهذه الأصول الإيمانية بهذه القواعد القرآنية ولكن نحن قلنا أن مصداق المعصوم من هو قلنا أئمة أهل البيت علي وأبنائه هم قالوا الصحابة وحيانا قالوا مجهول قالوا الإجماع هو الآن الفخرازي يصرح وأن مرادنا من هذا الشهيد من هو الإجماع أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يعقل أن يكون الإجماع شاهدا على هل الأمة كلها رأش كيف يمكن فتجمع يوم القيامة على الشهد يا أخي العزيز يعني أنت عندما تنظر إلى هذه الكلمات تستغرب أنه كيف يعقل من إنسان يقول هذا وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجه يا أخي غريب يعني إنسان على مستوى الفخر الراجي يقول لابد من شهيد على أعمال الأمة يقول من الشهيد يقول إجماع الأمة بينك وبين الله وهل هذا إلا التناقض وكيف تجمع الأمة على أي شخص كيف 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 يعني الآن الآن عندما عندما نقول أمة يعني مرادنا الآن أمة الرسول من زمان الخاتم إلى يومنا هذا كيف يكون الإجماع حجة على الشهد وهل اجتمعوا على قضية واحدة حتى أحسنتم ثم كونوا مع الصادقين يا صادقين هذول إذا كانوا إجماع وإذا اختلفوا ماذا أفعل أنا أحسنتم شيء غريب إذن اختلافنا أخي المشاهد الكريم بيودي أن يلتفت نعم وهو أنه اختلافنا ليس في المبدأ لأقل مع الفخر الرازي فحسنتم وجملة من علماء مدرسة الصحابة وإنما الاختلاف أين في المصدق في المصدق يعني هذا القرآن ده يشير إلى المبدأ بشكل واضح يعني القرآن أشار إلى ضرورة وجود العصمة إلى ضرورة وجود معصوم في كل زمان فحسنتم إلى ضرورة أن المعصوم هو الشاهد على الأعمال ولكن وقع الاختلاف بين علماء المسلمين من هو هذا فهم ذهبوا إلى الإجماع أو بعض الصحابة أو عدالة الصحابة ونحن ذهبنا إلى ماذا؟ إلى أشخاص معينين عينهم النبي الأكرم أحسنتم كثيرا وقد يعني ما يؤيد كلامكم سامح سيد أنا الصادق صلى الله عليه قال كيف وفيه من لا تقبل شهادته على باقي من باقي الأحسن أحسنتم كيف يكون شهيدا على مصير أمه جزاكم الله تعالى خيرا إذن بعد الفاصل أعود إليكم سامح سيد مشان كرام بعد الفاصل نستقبل اتصالاتكم وما نديكم تابعونا بعد هذا الفاصل موسيقى تحية لكم مشان كرام متجددا ولأية الله السيد كمان الحيد مرحبا بكم سمح سيد سمح سيد معنا الأخ نايف من الكويت تفضلوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا حياكم الله ولقب نفسي باسم خاتم الغران وإن شاء الله ليه السفق إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عرفونه كما يعرفون أبنائهم هذه الآية تقصد تطبط جميع الأنبياء أمام الملتبط أنه هو في سورته وهو أفرن نون وغلمه مع السرون حرف أفرن من السرون وأن لك أجر غير من نون إنه خير تقدير من له أجر من على في إصلاع الأرض وهو الأول والآخر والظاهر الباطل إذن نعم الظهر أن الصوت يتقطع مع الأخ سعيد على كل فهمنا إجمالا سأعرض ما فهمته على سماح السيد الآن معنا الأخ سعيد من إيران تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام أيضا لجميع المشاهدين والسلام للسماح السيد عليكم أولا هل نستفاد من آية المباهلة على أعلمية الإمام علي عليه السلام من جميل أنبياء بالباب أنه هو نفس النبي والنبي أفضل من جميل أنبياء وثانيا بأنه ما هو دور فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالنسبة إلى أفضليتها على باقي الأنبياء وثالثا بالنسبة إلى قولي تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإن ربهم من كل أمر هل هذا هو أكبر دليل على وجود ما محسوم إلى يوم القيامة وأخيرا أنه لماذا ما جاء في قولي تعالى بهذه الصورة وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله وأولي الأمر نعم طيب طيب أصلك حياكم الله معنا الأخ عبدالله من اليمن تفضلوا نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحديث عن ننام المريض معرفة الصادقين وفي هذا الحفظ في هذا الحفظ الله قد قد عن وفي خصوص المشروع الأمريكي الذي أتموه في مسارحة الأرهاب هذا الذي جعل الأعظم الإسلامي حتى الإسلامي يتفاجم مع القرآن الكريم واعجوا لو مستطعتم من قوة من رباطة الصيحة يكون فيها عدو الله وعجوكم نستفضلوا العدوان بالإرهاب وهذا من الخطأ إن الإرهاب يحصل فقط من الإعتاد فقط فلا يجلس أن نقول مكان هذا الإرهاب ولا يجلس أن نقول بأن العدوان هو الإرهاب كذلك العدوان الجهاد من يقول أن العدوان هو الجهاد لا تجمل بين الإرهاب والجهاد والعدوان أمريكا جامت بالخلق بالمباهيم حتى جعلت أمنا الإسلام ينجرون هنا أها وهم لا يعلمون نعم طيب إذن شكرا للأخ عبد الله من اليمن شكرا معنا من إيران من معنا نعم تفضلوا نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة السلام عليك يا دكتور سالم عليكم السلام ورحمة الله سماحة السيد كمال الحيدري حياكم الله السؤال من سماحة السيد نعم هو أنه بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة في سورة الكهف نعم الذي تلاها السيد كمال الحيدري حفظه الله نعم استفاد سماحة السيد من هذه الآية الشريفة أنه ممكن أن يكون عبدا صالحا أعلم من نبيا ولو كان من أنبيائه للعزم نعم مع أنه نرى في التاريخ أن عالمية ذلك العبد الصالح كانت غير مرتبطة بالشريعة أي شريعة موسى عليه السلام نعم يعني ذلك العبد كان أعلم من موسى بغير الأمور المرتبطة بالشريعة وكان موسى أعلم منه بالشريعة ولذا ورد في الروايات الشريفة كما عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار أن ذلك العبد بمنزلة المخبر لموسى يعني موسى كان مخبر وهذا لا يدل على أعلمية ذلك العبد الصالح كمثل إخبار الهدهد بالنسبة إلى سليمان عليه السلام نعم وبالفرض أن ذلك العبد كان أعلم من موسى هل أن تلك الأعلمية مخدشة في عصمة موسى أم لا لأننا نرى في تفسير مجمع البيان أنه قال أن ذلك المسمى بموسى ليس بموسى النبي عليه السلام وشكرا هذا تمحل هذا نعم إذن معنا من العراق من معنا من العراق الأخ حسن من العراق تفضلوا نعم تفضلوا نعم أظهر أن تسال قد قطع نعم سمح سيد نعم نبدأ بي أما الأخ نائف فقارج عن بحثنا الأخ سعيد هماتيا أما ذكره مجموعة من المداخلات ولا يوجد فيها السؤال نعم فيما يتعلق بالأخ عبدالله همات من اليمن أيضا لا علاقة له ببحثنا وهو التمييز بين الجهاد والإراءات أحسن والعدوان وكذا وهذا له له محل آخر والآن لا علاقة له بحثنا أما ما ذكره الأخ أخيرا الأخ من إيران نعم وهو أنه أساسا أنه ليس المراد من موسى أنه هذا موسى نبيه للعزم هذه لعل بعض الروايات دلت وأنا أتكلم بالظاهر القرآني وأنا لو ملتفت الأخ الكريم إلى بحثي قلت أن البحث بحث قرآني وليس بحث القرآن لا يكر موسى ولا يكون معلوم وليس عندنا في القرآن اثنين موسى عندنا موسى واحد وهو موسى من أنبياء العزم هذا أولا وثانيا أنا لم أبين أنه كان أعلم منه في علم الشريعة أو في علم الحقيقة أو في علم الطريقة هذا هو بحثي بحثي كان أنه عبدا من عباد الله يمكن أن يكون أعلم وهذا القدر كافي ثلاثة أنه هل يخدش بالعصمة أبدا العلم لا يخدش مع أن النبي صلى الله عليه لا إشكاله ولا شفه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أعلم من جميع الأنبياء فهل يخدش في عصمة الأنبياء إذن إذا فرض أن يوجد من هو أعلم من الأنبياء السابقين هذا لا يخدش فيه وفوق كل ذي علمه هذا لا يخدش في العصمة هذا مضافا إلى أن الأخ الكريم يجب أن يلتفت كما أنه أخي العلم له درجات العصم أيضا ماذا لها درجات فليتبادر إلى ذهن الأخذ الكريم أن عصمة موسى أو عصمة النبي الأكرم على درجة وعدها أحسنتم ونحن لا نقول أن علي صلى الله عليه وسلم أعلم من إبراهيم في شريعته بل أعلم في شريعته لا 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 أبدا أبدا سيأتي لماذا لأن القرآن الكريم يقول بأنه ومهيمنا عليه مبشرا كذا ومهيمنا على الكتب السابقة وعلي بن أبي طالب يعلم ماذا ولذا قال بأنه لو كان إبراهيم موجودا لحكمت كذا أفضل من إبراهيم ولحكمت بالإنجيل أفضل من حيسى ولله لا لا تبقى حد آخر نعم في حينه هو أعلم شريعة وحقيقة في حينه أحسنتم سأسألكم هذا السؤال في حين إن شاء الله في حين أحسنتم يعني أنا بيودي واقعا لإخوة الأعزاء الأجلاء خصوصا بعض الأسئلة أنه هذه خارج عن بحثنا يعني الآن أخ سعيد من إيران آية المبأخوة أنا ما دخلت في أدلة الأعلمية حتى يقول أين صارت أنا أخوة ما أتكلم نعم من أتكلم عن الأدلة إن شاء الله ولم أذكر عند ذلك أما أنه إخحام الأبحاث الخارج عن البحث أنا أتصور سويته أحسنتم هي مداخلة الأخ سعيد لا أقع تأييد لكلامي جيد جدا مختلفنا أحسنتم إذن ما أدري إلا لعل الوقت انتهى أولا أخ موسوي نعم كم بقي لنا من الوقت نعم الصوت قد قطع نعم الظاهر أن الوقت قد انتهى سمح سيدنا نعم إذن أشكركم يأتي البحث إن شاء الله أحسنتم إذن في اختار هذه الحلقة أشكر سمحة آية الله سيد كمال حيدير أشكركم شكرا جزيلا وأشكروا الأخوة المشاهدين الكرام واللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم هناك ضرورة لوجود المعصوم ولكنه لا ضرورة لوجود المعصوم في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها انظروا ماذا يقول الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى من سورة التوبة وهي الآية 119 من سورة التوبة وهي قوله تعالى تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عند بحث مفصل أنه كونوا مع الصادقين هؤلاء الصادقين الذين أمر المتقون أن يكونوا معهم وأن يكونوا منهم ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة نحن ميزنا بين من منهم وبين معهم قلنا منهم يعني واحد منهم معهم يعني تابعوا ماذا تبعوهم تتبعوهم بإحسان يقول هؤلاء كانوا من المتقين ولكن أمروا بأن يكونوا مع من مع الصادقين يقول هؤلاء الصادقون لا بد أن يكونوا من المعصومين يقول لماذا يقول لأن الآية أيضا من حول إطلاق قالت على المتقي أن يكون مع الصادق أن يكون مع الصادق في طاعته ومعصيته لو في طاعته الله أبدا أن يكون مطيعا مطلقا مطلقا معه مطلقا وإذا ذاك كان مشتبها ومخطأا وساهيا وناسيا وحكم بقتل بريء بشعل كذا الآية قالت كن معه وكيف يمكن أن للقرآن هم يقول لي كن معه ومن مكان آخر يقول أن الله ينهى عن الفحشاء والملكة إذن لابد أن يكون الصادق في الآية أيضا ماذا؟ معصوما ولذا يقول فكانت الآية دال على أن من كان جائز الخطأ يعني عموم الناس وجب كونه مقتديا بمن كان واجب الحصمة يجب عليه أن نقتدي أن نكون مع من مع من هو واجب الحصمة فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ وإلا بينك وبين الله إذا فرضنا الصادقون أيضا أيضا ليس جائزوا الخطأ خلق لماذا أمرنا بأن نكون معهم؟ أحسنتم وقال لابد أن يأمرنا بأن نكون معهم مادا مصادقين مو أن نكون معهم مطلقا أحسنتم وهذا المعنى التفتوا جيدا يعني أن يكون هناك من يعصم جائز الخطأ من الخطأ وهذا ليس إلا واجب الحصمة أحسنتم يقول وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان يعني أن نكون مع المصادقين إذن فوجب حصوله في كل الأزمان أحسنتم فإن قلت إذا كان الأمر كذلك يعني أيها الفخر الراضي أنت تعتقد في كل زمان لابد من وجود المعصوم يقول قلنا نعم نعترف بأنه لابد من مقصوم في كل زمان سبحان الله وهل قال الشيعة أكثر من ذلك والله بيني وبين الله أستقرب يتهم تتهم مدرسة أهل البيت بأنه من أين جاءوا بهذه الكلمة يا أخي هذه تصريحات كبار علماء المسلمين أنا لا أقول جميعهم ولكن هذا أحد كبار علماء المسلمين وهو مدرسة الصحابة وهو يصرح اللطيف هذا حتى حتى وحد لا يقول لنا قائل أنه هذا شيء عديد يقال لا لا يصرح يقول ترى أنا عندما أقول هذا ترى مو مراد أئمة رافضة ترى أحسنتم يصرح إذن هو هناك يبين أنه من مدرسة الصحابة لمن مدرسة أهل البيت خلق أقرأ العبارة حتى يتضح للمشاهد الكريم يقول وإنما يمكن فلو كان المأمورا بالكون معه كذلك تكليف وإنه لا يجدنا أن نقول كذا فثبت أن قوله ليس بالكون فثبت قوله كونه مع الصادقين ليس أمرا بالكون على شخص مع شخص معين ترى احنا مو مرادنا شخص معين كما يقول منه أئمة الشيء أحسنتم ولما بطل هذا إذن مرادنا ماذا مرادنا هذا واضح العبارة إذن الرجل يصرح بالنظرية ما يقبل المصداق أنه أهل البيت ولكن يصرحهم ماذا يقول نحن نرى أن النص القرآني يوصل إلى هذا الأصل وهذا مهم عندي يعني أن التدبر القرآني أن النص القرآني أوصل مفسر كبير كالفخر الراجي إلى ضرورة وجود معصوم في كل زمان وهذا أمر مهم هذا الأصل مهم وهذا هو مدعى مدرسة أهل البيت ماذا يريد أن يقول أهل البيت ماذا نحن ندعي لا بد من وجود المعصوم لا بد من وجود المعصوم لن سميهم حجة لا بد من وجود معصوم لا بد من وجود صادق مطلق في كل زمان وهذا معناه شنو يعني لا بد أن يكون صادق يعني يطلع في آخر الزمان له الآن موجود في كل الزمان وإذا كان في آخر الزمان يخرج إذن زمان نخلها من الصادق إذن المتقون يكونون مع الصادقين كيف يكونون مع الصادقين هو الصادق موجود أو غير موجود أحسنت ولا بد من وجودي أنت تقول لي كن مع فلان وإذا فلان ما موجود سألبي بانتباع الموضوع إذن هذه الآية تكشفه بشكل واضح والآن لا أدخل فيه تفصيل هذا وإلا بحثت هذه الآية مفصلة في محلها هذه الآية في مناهج بحث الإمامة هذا البحث أنا طرحته لديك الراس مفيد للمشاهد الكريم مناهج بحث الإمامة أنا طرحت هذه الآية المباركة من شكل تفصيلي وبينت بأن هذه الآية تبين ضرورة وجود معصوم في كل زمان هذا الأصل الثاني الأصل الثالث الذي تعتقد بها مدرسة أهل البيت هي أنه يوجد في كل زمان من هو شاهد على أعمال الخلائق حتى يشهد عليها أين؟ يوم القيامة وبتعبير القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فقد يقول لنا قائل مراد مؤمنون هل هو العبوم الناس؟ يرون أعمال الناس؟ طيب أعمال من يرون؟ على أي لحوة سأل الآن أدخل في التفاصيل كما تتفضل دكتور ولكنه أيضا أرجع إلى الفخر الرازي في ذيل الآية 89 من سورة النحل انظروا ماذا يقول هذا الرجل كونوا على ثقة أنا بودي أن المشاهد الكريم أيضا مرة أخرى وأكد أنه هذه الأصول التي تعتقد بها مدرسة أهل بيت أصول يوصل إليها القرآن الكريم بغض النظر عن من هي منهم يعني القرآن أوصل الفخر الرازي إلى ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله أحسنتم القرآن أوصله بضرورة وجود معصوم في كل زمان القرآن يوصله إلى هذه الحقيقة الثالثة انظروا ماذا يقول في ذيل قوله تعالى 89 من سورة الناحل قال تعالى وأنزلنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم في كل أمة يوم القيامة الله يبعث ماذا شهيد يشهد عليهم ماذا أعمالهم نعم يشهد عليهم أعمالهم يعني ماذا يعني شون كان يحرك إذا شون كان يصلي لو حتى إيمانهم الذي هو أمر غيب يشهد عليه إيمانهم ونفاقهم أيضا يشهد عليهم أحسنتم أي منهم واقعانهم هو فقط يشهد على الأعمال الظاهرية وإنما يشهد على الأعمال الظاهرية والأعمال ماذا الباطنية يعني على أفعال الجوارح وعلى أفعال ماذا الجوانح يعني أفعال القلوب الإيمان يعني هذا أولا ثم بينك وبين الله أنت قد تشهد على شخص شخصين ثلاثة أما تستطيع أن تشهد على أمة كاملة وأين تستطيع أن تكون معها حتى تشهد عليها ولكن صريح الآية يقول يوم نبعث ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم من أوساطهم أحسنتم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء في ذيل هذه الآية انظروا ماذا يقول الفخر الرازي يقول وثبت أيضا هذا كلام منه الرازي وثبت أيضا أنه لابد في كل زمان بعد الزمان الرسول من الشهيد على الأعمال من عنده يستفيد من الآية ويوم نبعثه فحصل من هذا أن عصرا من الأعصار لا يخلو من شهيد على الناس يعني الآن الزماننا أيضا يوجد ماذا؟ أحسنتم من يشهد علينا وذلك لأن الشهيدة لابد وأن يكون غير جائز الخطأ وإلا كيف تقبل شهادته وكيف تقبل شهادته يوم القيامة إذا كان جائز الخطأ وقد يدخل إنسانا من أهل الجنة إلى النار وقد يدخل شخصا من أهل النار إلى ماذا؟ إلى الجنة ويشتبه بالشهاد أمامنا الدنيا الإنسان إذا اشتبه في الشهادة يوصل المتهم لنا إلى الموت إلى الهلاك إلى الإدانة إلى غير ذلك وكيف يمكن في محكمة الله وفي عدل الله الله يقبل شهادة إنسان قد يصيب وقد ماذا؟ لا يصيب قد يصيب وقد يخطأ التفت جيدا ثم هذا الشاهد مو أنه فقط يميز الأحكام الشهادة هذا رسول الله يشير إليه في الجزء العاشر من تفسيره في ذيلي الآية 59 من سورة النساء نعم في ذيلي هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في ذيلي هذه الآية انظروا ماذا يقول الفخر الرازي قال والدليل على ذلك أن هذه الآية قالت والدليل أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية يعني قال أطيعوا أولي الأمر لم يقل أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله لم يقيد بقيد مو قال أطيعوهم ما أطاعوا الله إذن إذا جاء أولي أمر وقال أنا أطيعون ما أطعت الله فيكم هذا مو مشمول لهذه الآية الآية تقول أطيعوا ماذا أولي الأمر وهي مطلقة للمقيدة بأي قرينة مطلقة مو مقيدة قد واحد يسأل الفخر الرازي يا فخر من أين تقول أنها مطلقة مو مقيدة يقول لأنه أقالت أطيع الرسول وأولي الأمر منكم وإطاعة الرسول مقيدة أو غير مقيدة أبدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول في طاعة الله لا أبدا طاعة الرسول مطلقا هي طاعة الله وحيث أنه أولي الأمر عطف على ماذا يقول هنا على طاعة الرسول أحسنتم إذن أيضا إطاعة أولي الأمر إطاعة ماذا مطلقة فإذا صارت مطلقة يقول لابد أن يكون معصوما وإلا إذا كان قد يصيب وقد يخطئ إذن لا معنى لأن نقول للناس أطيعوه مطلقا لابد أن نقول أطيعوه مقيدا بشرط أن يكون كلامه لا طاعة المخلوق وفي معصوة الخير أحسنتم دكتور إذن نستكشف من إطلاق وجوب الطاعة أنها وللأمر لابد أن يكونوا معصومين هذا يقول الفخر الراجل نعم إذن سمح السيد بعد الفاصل لا بس أن تواصل الحديث لأنها قضية مهمة نعم مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا شكرا لكم مشاهدين الكرام مجددا وأحيي سماح تآية الله سيد كمان الحديد مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم حياكم وإذن سمح سيدي وقعا هذه الآية أنا وإمكان هي ممح الحديث ولكن أنا يقين عدي أن المشاهد الكريم تأمه هذه الآية لأنه مع الأسف الشديد أنها نجتي كثير من الأحيان يستدل بهذه الآية لوجوب طاعة أولي الأمر من حكام المسلمين وهم بعضهم معروف بالفسق والفجور ولم يحكموا بما أنزل الله لا بعضهم معروف بالفسق والفجور وبعض أحسنتم ومجاهر بها وبعض هؤلاء لم يجاهر ولكن يعرف أنه لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صريح القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون والفاسقون والظالمين هردقوا الكافرون لكن فاسقون صريح القرآن الكريم إذن هؤلاء يحكمون بما أنزل الله أو لا يحكمون لا يحكمون إذن بنص القرآن الكريم هم ماذا ولكنه يستدل بقوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منك فيثبت التناقض في القرآن عشيبي هذا التناقض في القرآن كيف يمكن أن القرآن من جهة يقول إن الله يأمر بكذا وكذا وإن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر هو من جهة يقول ينهى عن الفحشاء والمنكر ومن جهة يقول أطيعوا إلى الأمر الذين يأمرونكم بالفحشاء مرًا كان أو فاجرة بينكم وبين الله هذا ممكن هذا منطق القرآن هذا تجني على الله الله ما أدري هذا الفهم المعوج هذا الفهم المنحرف ولكنه أنا كما ذكرت مرارا ودكرارا أن مع الأسف أنه جملة من المفسرين وجملة من الجهلة هؤلاء أرادوا أن يبرروا للواقع الموجود ولو وقع التناقض أين؟ في القرآن الكريم لأنهم وجدوا أنه إذا أرادوا أن يتكلموا بمنطق القرآن لابد أن يدينوا كثير من أفعال الحكومة التي يسمونها الراشدة أو الأفعال كثير من الأفعال التي صدرت في الأفعال بل الحكم الأموي كله بل الحكم العباسي كله أحسنتم الحكام المعاصرين أحسنتم كيف؟ ولكنهم قبلوا التناقض في القرآن حتى لا يمسوا ماذا؟ خدمة سبحان الله على إيه الأحوال طبعا هذا فليكون للمشاهد الكريم القضية ما مختصة بمدرسة دون مدرسة لا يتبادر الذين أنا فقط أتكلم على مستوى مدرسة الصحابة حتى أولئك الذين هم من مدرسة أهل البيت ويريدون تطبيق هذه الآية في غير موردها أيضا يتجنون على القرآن الكريم القرآن الكريم دا يقول أطيع الله وأطيع الرسول التفتوا جيدا إطاعة الله إطاعة مطلقة أو مقيدة مطلقة مطلقة مو أطيع الله إذا أمرني بالطاعة ولا تطيع الله إذا أمرك بالمعصي وهذا محال أصلا الرسول طاعته ما هي مطلقة مطلقة وعطف وجوب الطاعة لأولي الآمر جعله مع طاعة من الرسول صلى الله عليه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم طاعة واحدة يعني طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول ما هي واحدة إذا لابد أن تكون أولي الأمر طاعتهم أيضا طاعة مطلقة أحسنتم ولا يمكن للحق سبحانه وتعالى أن يأمر بالطاعة المطلقة إلا إذا كان من أمر بطاعتهم معصوم معصوم وإلا إذا كان يخطئ إذا كان يشتبئ فقط غرر الله العباد وإذا قال أطيعهم حتى لو أمروكم بالحصول حتى لو أخطأوا حتى لو اشتبهوا مع أنه ليس كذلك أحسنتم ولا يوجد أوضح من هذا الدنيا ولا يوجد أوضح من هذه الآية المبارك لذا التفتوا وهذا الرجل الفخر الرازي التفت إلى هذه النكدة قال والدليل أن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر على سبيل الجازم ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجازم لابد أن يكون معصوما عن الخطأ التفتوا جيدا أعينهم يا فخر الرازي بأي دليل تقول يا فخر قال لأنه لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون الله قد أمر بمتابعته وهو على الخطأ أحسنتم وكيف يأمر الله بمتابعة من هو على الخطأ وهو يقول إن الله ينهى عن الفحشاء يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر فإذا وقع هذا الإنسان في الفحشاء والمنكر ولو خطأ مو عمدا ولو خطأ هل القرآن يقول لنا أطعه أو يقول لنا لا تطعه يقول لنا لا تطعه لأنه ينهى عن الفحشاء والمنكر إذن يكون داخلا في النهي فلو قلنا أنه أولي الأمر يشمل غير المعصوم هذا معناه أن الله هم يأمرني بالعمل بالفحشاء والمنكر وهم ينهاني ماذا عن العمل بالفحشاء والمنكر وهذا جمع بين النقيض إذن هذه الآية المباركة يصرح الفخر الرازي يصرح بأنها مختصة بمن بالمعصومين ولا يمكن أن تشمل غير ماذا غير المعصوم ولذا لا يمكن الاستدلال بشكل صريح أقول لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة كما أعتقد شخصيا بهذه الآية المباركة في أولي الأمر لإثبات ولاية شخص غير ماذا غير المعصوم حتى لو كان عادل أيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية أحسنتم لأنه لا يقاسب نحن أهل البيت لا يقاسبنا أحد لا مقصودي الآن أنا مارد أتكلم منهم أريد أقول قل الأمر في الآية لا يمكن أن تشمل غير المعصوم نعم يبقى بحث منهم لابدنا أن نبحث بحثا جديدا لنعرف منهم ماذا إذن هذه الآية صريحة تبين لنا أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله لا بد من وجود معصوم أو لا وإلا كيف تأمرنا بطاعة المعصوم والمعصوم غير ماذا غير موجود لا بد من وجوده بعد رسول الله حتى تجب ماذا حتى تجب طاعته وإلا إذا لم يكن هناك معصوم لا معنى لأن الآية تقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم المعصوم موجودون أو غير موجود إذا قلنا غير موجود وكيف نطيعه أحسنتم إذن الآية تثبت أنه يوجد هناك معصوم بعد رسول الله المطلب الثاني أو الأصل الثاني الأصل الثاني أن هذا المعصوم موجود في كل زمان أو في زمان دون آخر قد يقول لنا قائل أنه نعم خمسين سنة مئة سنة بعد رسول الله